لحظات الأخيرة الانطلاقة هذا الشوط فتحت البوابات وبدأت تنافس على مسافة الـ 2400 متر جهد وأفراس المستورد جائزة النادي التقديرية مسافة الشوط الـ 2400 متر دورة كاملة حول المضمار ستكون هذه الجهد والأفراس تمر من أمام المنصة الرئيسية لمرتين في المقدمة وشاهد غلوين في قيادة هذه الجهد والأفراس وأيضا مشاعر في المركز الثاني فيما الأصدق من الداخل يحاول التقدم في المركز الثالث وكذلك تنافس يأتي من فيرسستورم في المركز الرابع من الخارج المنافسة في هذه الأثناء مشاعر في المقدمة وفي المركز الثاني غلوين وفي المركز الثالث الأصدق يحاول التقدم وكذلك نارين في المركز الرابع التنافس القوي الذي يجمع هذه الجهد والأفراس أيضا التنافس يأتي من وطن في المركز الخامس محاولا التقدم من الداخل الجهد وأفراس المستورد عمر الأربع سنوات فأكثر التي لم تكسب والتي كسبت من سباق ولغاية ثلاثة سباقات مشاعر في مقدمة هذه الجهد وأفراس الأصدق في المركز الثاني نشاهد تنافس قوي أيضا يأتي من غلوين في المركز الثالث بقيادة ريم فيدهرب ووطن من الداخل يحاول التقدم في المركز الرابع فيما في المركز الخامس نرين من الخارج نشاهد التنافس القوي الفرس نرين نحاوله التقدم وتبدأ اللحظات الحاسمة في هذا الشوط مع المنعطف قبل الأخير مشاعر ما شاء الله تبارك الله والأصدق أيضا ما شاء الله تبارك الله يحاول التقدم تبدأ اللحظات الحاسمة من عمر هذا الشوط والستمائة متر الأخير الأصدق يحاول التقدم مشاعر من الداخل المتقدم بكل قوة مع دخول الجهد والأفراس للخط المستقيم الأصدق في المركز الثاني مشاعر في المركز الأول غلوين المرشح يأتي للمركز الأول بقيادة ريم فيدهرب غلوين برم من بوكواست للمركز الأول ما شاء الله تبارك الله وطن يحاول أيضا التقدم والمئة وخمسين متر الأخيرة غلوين ولا وطن غلوين من الداخل من الخارج بكل قوة بقيادة ريم فيدهرب غلوين إذن ما شاء الله تبارك الله غلوين في المركز الأول مسجلا الانتصار الرابع في سجل السباقي وطن في المركز الثاني اشتركوا في القناة